أطفال اليمن قرابين في مذابح ميليشيا الحوثي التي اغتصبت براءة الطفولة في هذا البلد وساقت أطفاله مرغمين إلى جبهات القتال والدوريات ونقاط التفتيش ليتحولوا إلى قتلة أو مقتول وقد ضربت ميليشيا الحوثي بكل دعوات المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية عرض الحائط بعدما كثفت مؤخرا عمليات استقطاب وتجديد الأطفال اليمنيين الذين تستخدمهم في العمليات القتالية بعد أن تدربهم على استخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف سلطت الضوء مجددا على ملف تجنيد الأطفال في اليمن وكشفت المنظمة أنه تم تجنيد 2700 من أطفال هذا البلد من قبل أطراف النزاع فيه وقالت المنظمة الأممية في بيان لها إن الأطفال هم أكبر ضحايا النزاع في اليمن مشددة على ضرورة أن لا يكون الأطفال هدفا في الصراع فيه وأشارت تقارير أممية سابقة إلى تجنيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران نحو 9000 طفل يمني في حربها على السلطة الشرعية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب التي أشعلتها الميليشيات وانقلابها على السلطة الشرعية عام 2014 غير أن تقارير منظمات محلية في اليمن تشير إلى أضعاف هذا الرقم وتؤكد أن عدد الأطفال الذين جندتهم ميليشي الحوثي يناهز 25 ألف طفل على أقل تقدير وتواصل ميليشي الحوثي بوتيرة عالية عمليات تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك عبر اختطافهم من دور الأيتام والمدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك في انتهاك صارخ يعتبره مراقبون جريمة حرب تخالف كل القوانين الدولية الخاصة بالطفل وتسببت الحرب التي أشعلتها الميليشيات في اليمن حسب تقارير حقوقية كثيرة بمقتل وجرح أكثر من 6700 طفل منذ عام 2015 كما دفعت أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل جراء الظروف الاقتصادية الصعبة بالإضافة إلى حرمان أكثر من 4 ملايين ونصف مليون طفل من التعليم منهم مليون وستمائة ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين ترجمة نانسي قنقر